السلام عليكم أمطار متفرقة في هذه المناطق المغربية لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه النشرة لا تنسوا دعمنا برايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية تتوقع المديرية العمال الأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غدنا الأربعاء أن يظل التقص حارا بجنوب البلاد وحارا نسبيا بالسهول الداخلية وستشهد مناطق الأطلس الكبير أجواء أحيانا غائمة مع احتمال نزول قطارات مطارية متفرقة فضلا عن تسقط أمطار خفيفة محليا فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وسيلاحظ تشكل كتر ضبابية مصحوبة بصحب منخفضة فوق كل من السهول الشمالية شمال المنطقة الشرقية وكذا فوق الوجهة المتوسطية مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية كما سيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية وبطنجة ترجمة نانسي قنقر